ان ارتفع سعر صرف دولار الامريكي ترتفع وبالتأكيد اسعار السلع والخدمات لكن العكس غير صحيح فمع انخفاض سعر صرف دولار تبقى الاسعار على حالها وكأن شيئا لم يكن كتلة اللقاء الديمقراطي سارعت لوضع حد قانوني لجشع التجار والمحتكرين الذين يراكمون الارباح من جيوب المواطنين وذلك عبر اقتراح قانون لتشديد العقوبات على التجار الذين يمارسون الغشة في تسعير السلع والخدمات هذا الاقتراح قيمته بانه يعالج الخلل التاريخي او الشكوى التاريخي من قبل وزارة الاقتصاد بانه ليس لديها الصلاحيات لاتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين يتضمن اقتراح القانون ثلاثة تعديلات اولا زيادة الغرامات من 100 مليون الى 500 مليون ليرة ببعض المواد ومن 75 الى 150 مليون بمواد اخرى ومن 250 مليون الى 450 مليون في المواد المتبقية ثانيا اعطاء وزارة الاقتصاد صلاحيات الدخول الى المتاجر من دون موافقة اصحابها وثالثا اعطاء وزارة الاقتصاد صلاحيات ختم المتجر بالشمع الاحمر وتحويل المخالفين الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم اللي شايف وزير الاقتصاد الاسبوع الماضي عبيت جدل مع احد اصحاب المحلات بيشوف انه الدولة ليس لها انياب يعني منيح طلانا على التلفزيون ونزلنا وتصورنا بس شو صار حتى اللحظة الاسعار لم تنخفض وبالتالي ليس هناك اجراءات رادعة انا بتمنى من اليوم الى حين ونحن هون مسعين لجدل مع وزير الاقتصاد وبننوه بالشهد اللي عبيقوم فيه انه بينزل على المحلات بس طيب وشو استفدنا؟ المطلوب اجراءات رادعة الوزير قال انه برد يحول على القضاء بعد ما سمعنا انه حد تحول على القضاء اي اولا ثانيا الوزير قال برد يبلش شهر او يعلن اسماء المخالفين كمان بعد ما لقى هو لمحل مخالف الاقتراح قدم للمجلس النيابي الاسبوع الماضي ولقاء ديمقراطي سيتابع مناقشته في الليجان النيابية ليصار الى وضعه على جدول اعمال اول جلسة نيابية وفي معرض الحديث عن وقف كل الانتهاكات التي تطال المواطن والاصلاحات التي تأتي على حساب المواطنين وحقهم في التعوضات الاجتماعية يؤكد ابو فعور للانباء انه سيكون للقاء الديمقراطي موقف واضح حول موازنة عام الفين واثنين وعشرين عندما تنتهي لجنة الحزبية التي كلفها رئيس الحزب وليد جمبلاط بوضع ملاحظاتها عليها سيكون موقف اللقاء الديمقراطي بالنقاش بمجلس النواب واضح جدا لجهة حماية المواطنين وحماية مقتصاباتهم الاجتماعية وحماية امكانيات وسبل عيشهم هناك اصلاح يجب ان يحصل ولكن الاصلاح لا يجب ان يكون على حساب المواطن العادي وهناك الكثير من الابواب اللي ممكن انه تساعد منا مثلا الاقتراح اللي تقدم فيه رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جمبلاط حول الضريبة على الثروة اللي ممكن تكون احد الابواب اضافي الى اقتراحات اخرى بدل ارهاق المواطنين او تجريدهم من اكتساباتهم الاجتماعية